اشتركوا في القناة دايما كان من اسهل دروس المنهج ضربه جسمة الكسور الجابرية زي ضربه جسمة الاعداد النسبية مثلا لو عايزين نضرب 6 على 10 في 15 على 8 كنتم نضربه من زي كنتم نضرب بسط ببسط ومقام في مقام لا فيش توحيد مقامات في الضرب ممكن جابل ما تضرب لو عندك اختصار تختصر تختصر اي بسط مع اي مقام ممكن اختصر الستة مع العشرة او الستة مع التمانية لو تقبل وممكن اختصر العشرة مع الخمستاشر في الضرب ممكن تختصر اي بسط مع اي مقام عكس الجامعة وطرح الجامعة وطرحك لازم تختصر الكسر الاول الوحدي والكسر التاني الوحدي نعمل في الضرب تختصر اي بسط مع اي مقام يعني الستة والتمانية اقدر اختصروا مع الاثنين ستة على الاثنين فيها التلاتة تمانية على الاثنين فيها الاربعة العشر والخمستاشر يقبلوا على الخمسة عشر على الخمسة فيها الاثنين خمستاشر على الخمسة فيها التلاتة بعد ما تقتصر هتضرب هتضرب بسط ببسط و مقام في مقام 3 في 3 بتسعة و 2 في 4 ب 8 ده ضرب الاعداد النسبي نفس الفكرة بضرب الكسور عشان تضرب اي كسرين جابريين هتعمل نفس خطوات الجامعة والطرح اللي قلناها الحصة اللي فات اللي هو نحلل و نجيب المجال و نحزف المتشابه بس هترتاح من خطوة توحيد المقامات الضرب والجسمة ما فيهش توحيد مقامات طه مجرد بتحزف بس المتشابه تعني نبدأ بخطوة نحلل المقدار الاول اسمه سين تربيع زاد 3 سين زاد 2 ده مقدار سلاسي بسيط نفتح قصين و نحلل السين تربيع عبارة عن سين في سين كان في كانب 2 وتجمحهم يديك 3 اتنين في واحد الاشارة الاخيرة موجب بل اشارات متشابهة مثل الاوسط موجب و موجب حلل المقام سين تربيع نظر استسعب ده فرق بمربعين سين تربيع سين في سين التسعة عبارة عن 3 في 3 والاشارات واحدة موجب واحدة سالة نحلل الكسر التاني السين نقص 3 ما تتحللش تنزل زي ما هي سين زاد 2 ما تتحللش تنزل زي ما هي ده و خطوة التحليل بعد التحليل على طول المجال المجال حاف معادة اصفر المقام بتغير الاشارات على طول موجب 3 تروح بعكس الاشارة سلب 3 سلب 3 نغاري شارطها موجب 3 والموجب اتنين نغاري شارطها سالب اتنين بعد ما تحلل وتجيب المجال تحزف هتحزف المتشابه احزف اي قوس في البسط مع اي قوس في المقام فين المتشابه عندك القوس سين زاد 2 هيروح مع سين زاد 2 سين نقص 3 هتروح مع سين نقص 3 هتفضلك في البسط سين زاد 1 وفي المقام سين زاد 3 يبا تدالة بعد ما اختصرناها هتساوي سين زاد 1 على سين زاد 3 يبا خطوات الضرب تحليل عكده مجال بعكده حسب ما فيش توحيد مقامات وتقدر تحزف اي بسط مع اي مقام عكس الجمع والطرح تجمع الطرح لازم تختصر الكسر الاول الواحدي والكسر التاني الوحدي تنفحش اتعزف حاجة من هنا مع حاجة من هنا يبا الدلّة بعد ما اختصرناها ساوت سين زاد 1 على سين زاد 3 في مطلوب تاني هنا سبب اول جود نون صفر ونون سالب اتنين إن أمكن نون صفر يعني Burak عوض عن السين بصفر هتعوض في الدلّة ممكن تعوض في الدلّة بعد ما اختصرناها نون سالب اتنين يعني عوض عن السين برضو سالب اتنين تعال نجيب نون صفر ونون سالب اثنين نون صفر يعني عاوض عن السين بصفر هتعاوض في الدلة دي بعد ما اختصرناها عن السين بصفر تحوش السين دي وتحط صفر وتحوش السين برضو دي وتحط صفر لو جمعت صفر زاد واحد والواحد وصفر زاد ثلاثة هي الثلاثة إبقى نون صفر بتساوي واحد على الثلاثة المطلوب الثاني عايز نون سالب اثنين دي من غير ما تعوض أقول له غير ممكنة او غير معرفة او ليس لها وجود ليه؟ لان السلب اثنين اللي احنا عايزين نعوض بيها مش موجودة في المجال والكلام ده قلنا الحصص اللي فات المجال بتاع نحا معدى سلب ثلاثة وثلاثة وسلب اثنين يعني السين تنفع اي عدد حقيقي معدى ثلاثة ارقام دول طب هو بيقول لي اوجد نون سلب اثنين وانا السلب اثنين مش معايا في المجال يبقى اقول له غير ممكنة او الدالة ليس لها وجود قلنا باختصار الرقم اللي انت هتعوض به لو لجيته مكتوب في القوس يبقى الدالة دي ليس لها وجود اقول له نون سلب اثنين غير ممكنة لان السلب اثنين لا تنتمي للمجال ده اول سؤال في الدر بس عايزك تلاحظ ان المقادير اللي عندك لازم تكون مترتبة لو في مقدار مش مترتب لازم ترتبه الاول زي المثال اللي جيدة المثال التاني نفس الفكرة بيقول لي اوجد ناتش في ابسط صورة مبينة للمجال مديك كسرين واعيزوا ضربهم في بعض هتلاحظ هنا ان كل المقادير اللي عندك مترتبة معادة مقدار هنا اللي هو سيت وتلاتين ناغل سين تربيع ده مش مترتب إبقى قبل ما ابدأ الحل همسك المقدار ده وارتبه اسمه سيت وتلاتين ناغل سين تربيع هبدأ بسالب سين تربيع بقى كده سيت وتلاتين يعني هبدأ بسالب سين تربيع بقى كده موجة بسيت وتلاتين ما عملتش حاجة غير ان انا بديلتهم مكان بعد قولنا الحصة اللي فاتت السالب ده عشان تخلص منه بتاخده عامل مشترك ولما اخد السالب عامل مشترك بفتح قوس واقسم سالب على سالب فيها الموجب اتفضل لك سين تربيع موجب على سالب فيها سالب اتفضل لسالب ستة وتلاتين بحنا رتبنا وخدنا السالب عامل مشترك هنسيبنا من ستة وتلاتين نقص سين تربيع دي وهشتغل على سالب سين تربية نقص 36 هشتغل على نارتب تعني بدأ خطواتنا تحليل مجال حسب سين تربية نقص 12 سين زي 36 ده مقدار سلاسي بسيط السين تربية سين في سين كان في كان ب36 وتجمعهم يديك 12 36 ستة في ستة الإشارة الأخيرة موجب بل إشارات متشابهة مثل الأوسط سالب وسالب مقام سين تربية نقص 60 عندك سين عامل مشترك ناخد سين ونقص سين تربية على سين فالسين والسين خدنا يعمل مشترك هتفضلنا الست كسر التالي 4 سين زي 24 الـ 4 والـ 24 يجبلوا الجسم على الاربعة تبقى ااخد الـ 4 عامل مشترك هتكسم خدنا الـ 4 يتفضل لك سين واربع عشرين على الاربعة فيها الست المقام دي سيبنا منه خلاص بعد ما عدلناه بجسمه سالب سين تربية نضغ 380 هنزل السالب وحلل ده فرق بمربعين هنزل السالب والسين تربية نضغ 390 ده فرق بمربعين سين في سين ستة في ستة واحدة موجة بوحدة سالب بعد ما حللنا هنجيب المجال المجال حاهم عدها أصفر المقام السين اللي واحدة هنسوا بالصفر سالب ستة بعكس الإشارة موجة بستة الموجة harvestبة تروح بعكس الإشتراف سلف 6 وسلف 6 lighter sand is positive 6 فبينا بتم السبيب المجال اخر خطوة تحذف المتشابه احذف أي بسط مع أي مقاب عندك بالسينجد 6 تروح مع prossينجد 6 سينجد 6 فتروح مع سينجد 6 سينزاد 6 فتروح مع سينزاد 6 لا توجد متشابهanks تفضل من في البسط تفضل للاربعة وتفضل من في المقام تفضل للسين والسالب لو ضربتم في بعض السين في سالب بسالب سين بيتفضل في البسط الاربعة وفي المقام يتفضلك سالب سين كده اختصرنا الدالة للابسط صورة كده خلصنا الضرب ما فوش لاف ولا دوران ومجرد تحلل تجيب المجال وتحزف المتشابه هناخد مثال في الكاشكول بعد كده هندخل في الجسم الفكرة التانية معنا في الحصة لهالجسمة جسمة الكسور الجبرية زي الضرب بالزبط والاختلاف في الجسمة في المجال مجال الجسمة في حتة صغيرة مختلفة جسمة الكسورة الجبرية شبه جسمة الاعداد النسبية لو عايزين نقسم مساء اتنين على تلاتة على اربعة على تسعة كنا بنقسمهم ازاي كتبها سبت الكسر الاول والعالة حولها الفيه وشكل بالكسر التاني كنا بنقول سبت اضرب شكل سبت الكسر الاول اللي هو الاتنين على التلاتة والعالة اخلاها فيه وشكل بالكسر التاني بدل اربعة تسعة تسعة على اربعة فكذا تتحول ضرب وتدرب عادة تدرب بسط ببسط ومقام في مقام ولو عندك اختصار تختصر نفس النظام هنا الجسمة دي هحولها لضرب بس اتعال حالل ونجيب المجال الاول سين تربيع نقص اتنين سين نقص خمستاشر ده مقدار سلاسي بسيط السين تربيع سين في سين كان في كان بخمستاشر وتطرحهم يديك اتنين خمستاشر تلاتة في خمسة وطرحتهم يديك اتنين الاخيرها سالب بل اشارات مختلفة الكبير ياخده اللي في النص الخمسة كبيرة تاخده اللي في النص سالب والتاني ياخد عكس هياخد موجب سين تربية نقص نسعة ده فرق بمربعين سين في سين تلاتة في تلاتة واحدة موجب واحدة سالب العالة نزلها على دلوقتي لما نجيب المجال اتنين سين نقص عشرة اللي اتنين والعشرة يقبلوا على الاتنين فياخد اتنين عامل مشترك بعد العامل اكسب خدت الاتنين اتفضل لك سين عشرة على الاتنين فئة الخمسة سين تربية نقص ستة سين زياد تسع ده مقدار سلاسة سلاسة بسيط سين تربية سين في سين كان في كان بتسعة وتجمعهم يديك ست تسعة تلاتة في تلاتة ولوجة معناهم يديك بشارة الاخيرة موجب بلشارات متشابهة مثل الاوسط سالب وسالب كده حللنا بعد التحليل المجال المجال اللي متعودين عليه بناخد حاهم عادة اسفار المقام انما المجال في الجسم مختلف بناخد حاهم عادة اسفار المقام زائد بسط الكسر التاني بناخد اسفار المقام عادي لكن بزود اسفار البسط التاني يعتبر بنقول له ان البسط ده ما نفحش يكون صفر لانه لو كان صفر صفر على اي حاجة هي الصفر والقسم على صفر ليس لها معنى لو بسمنا الكسر ده على صفر ليس له معنى المهم المجالة تجيب حاهم عادة اسفار المقام عادي بس تزود البسط الكسر التاني يبقى حاهم عادة اسفار المقام سلب تلاتة بعكس الاشارة موجب تلاتة الموجب تلاتة بعكس الاشارة سلب تلاتة سلب تلاتة موجب تلاتة ودي كات بينا برضو سلب تلاتة موجب تلاتة كات بينا هنزود بسط الكسر التاني السلب خمسة لو راحت بعكس الاشارة تبقى موجب خمسة طبعا اللي اتنين ملهاش اصفار يبقى مجال الجسم هو الوحيد المختلف معادي تاخد حاهم عادة اسفار المقامات زائد بسط الكسر التاني طيب بعد ما حللنا وجبنا المجال هنحول العلا دي الفيه هسبت الكسر الاول العلا حولها الفيه وشجل بالكسر التاني نسبت الكسر الاول زي ما هو سين نغس خمسة في سين زائد تلاتة وسين نغس تلاتة نزلنا الكسر الاول زي ما هو العلا نحولها الفيه وشجل بالكسر التاني خلي المقام بسط والبسط مقام هكتب المقام في البسط اللي هو سين ناقص ثلاثة سين ناقص ثلاثة والبسط ده هنزل في المقام اتنين في سين ناقص خمسة كده المساعة تحولت لضرب تقدر تحذف عادي احذف اي حاجة في البسط مع اي حاجة في المقام هتلاقي سين زي الثلاثة تروح مع سين زي الثلاثة سين ناقص ثلاثة تروح مع سين ناقص ثلاثة سين ناقص خمسة هتروح مع سين ناقص خمسة تفضلك مين في البسط تفضل صين نقص ثلاثة وفي المقام تفضل لك الاثنين يبقى الدالة بعد ما اختصرناها البسط صين نقص ثلاثة والمقام تفضل لاثنين يبقى خطوات الجسمة تحليل مجال مع كده تشجلب واخر خطوة تحزف المتشاب بس افتكر ان مجال الجسمة مختلف تأخذ اصفار المقام زائد بسط الكسر التان هناخد مسألتين كمان على الجسمة السؤال الرابع بيقول لي اوجد ناتج في ابسط صورة مبينة للمجال مديك كسر انو عايز يكسمهم بعد نبدأ خطواتنا تحليل مع كده مجال بعد كده هنشجلب ونحزف نبدأ بالتحليل سين تربيع زائد اتنين سين فيها عامل مشترك سين نكسم سين تربيع على سين فيها السين خدنا السين هتفضل لك اتنين سين تكعيب نقص السبع عشرين ده فرق بمكعبين نفتح قوص صغير وقوص كبير نجيب الجزر سين تكعيب جزر هسين السبع عشرين جزر هتكعيب تلات نربع ربع السين بسين تربيع ربع التلاتة بتسعة ودايما موجب غير الاشارة وضرب سالبا نخلها موجب وتضرب سين في تلاتة بتلاتة سين العلن نزلها على دلوقت هنحلل الكسر التاني سين زادتين ما تتحللش كتر خيره سين تربيع زادتة سين زادتتسعة هتقول ده مقدر سلازي لكن لو جيت حللته مش هتقدر كام في كامب تسعة وتجمحه مديك تلاتة ما فيش فيش عددين تضربه مديك تسعة وتجمحه مديك تلاتة فده ما تحللش فتنزله زي ما هو سين تربيع زادتلاتة سين زادتسعة بعد ما حللنا بنجيب المجال المجال حاهم عدى أصفار المقام أصفار المقام زادت بسط الكسر التاني عشان دي جسمة تعانجيب أصفار المقام الأول السلب تلاتة بعكس الإشارة موجب تلاتة القوس الكبير ده ملوهش تحليل ولا لها أصفار قلنا مئة مرة لما نحلل الفرق بهم وكعبين بنفتح قوس صغير وقوس كبير القوس الكبير مش هتعرف تحلله وبالتالي ملوهش أصفار هتلاقي شبه القوس ده بالظبط القوس ده متحللش ببقى ملوهش أصفار برضو هنطلع لبسط الكسر التاني الموجب اتنين تروح بعكس الإشارة سالب اتنين كده حللنا جبنا المجال نجي نشاجل سبت أضرب وشجلب أسبت الكسر الأول اللي هو سين سين زاد اتنين سين ناجس تلاتة سين تربيع زاد تلاتة سين زاد تسعة نزله زي ما هو العلا خليها فيه وشجلب الكسر التاني تبقى سين تربيع زاد تلاتة سين زاد تسعة ونزل سين زاد اتنين بعد ما تشجلب آخر خطوة تحزف المتشابه عندك سين زاد اتنين تروح مع سين زاد اتنين القوص الكبير دال له سين تربية زي 3 سين زي 9 ويروح مع اخو هتوضل لك من في البسط وتوضل لك سين وتوضل لك في المقام سين ناوز 3 بدال لها بعد ما اختصرناها تفضل لسين على سين ناوز 3 حللنا جبنا المجال شجلبنا وعكده حزفنا المتشاب المطلوب الزيادة هنا عايز نون 2 ونون سالب 2 عايزين نون 2 ونون سالب 2 يعني هعوض عن السين مرة باتنين ومرة بسالب 2 سالب 2 دي من غير ما تعوض انت شايفها هنا في القوص سالب 2 اللي انت هتعوض به دي شايفها في القوص يبقى اقول له على طول غير ممكنة او غير معرفة ليه غير ممكنة لانها لا تنتمي للمجال المجال بتاعنا ها يعني ينفع اي عدد حقيقي مع عدد 3 والسالب 2 طب هو بيقول له هات سالب 2 فقل له غير ممكنة نون 2 نون 2 يعني عاوض عن السين باتنين هنا نعوض عادي هتحوش السين دي وتحط اتنين والسين دي برضو تحط بدلها اتنين اي سين تعوض عنها بالرقم اللي هم يقول لك علي لو عوضت السين اللي فوق باتنين وهنا هتطرح اتنين نغس ثلاثة بسالب واحد اتنين على سالب واحد فيها السالب اتنين البنون اتنين بتساوي سالب اتنين ناخد اخر سؤال في الجسمة السؤال الاخير معنا في الجسمة وده بس عشان نسبت بالمعلومة بديك كسرين وعايز اكسيمهم بالمناسبة كان عندي طالبة شاطرة كي بتسنن اعرف المسألة ضرب ولا جسمة ولا جامعة ولا طرح منين سؤال عجيب بتعرفها من العلامة اللي في النص هنا لو زادة تجمعي لو طرحها هتطرحي لو ضربها هتضرب لو جسمها هتكسيم يعني سبحان الله واضح المهمة عايز اكسيم الكسرين دول تعالي نبدأ في الاول نحلل سين تربية عن او ثلاثة سين دي فيها عمل مشترك سين سين تربية على سين فيها السين وخدمة السين عمل مشتركة تفضل لك التلاتة اتنين سين تربية نقص سين نقص ستة ده مقدار سلاسي غير بسيط عشان فيه عدد جبل السين تربية فده مقدار سلاسي غير بسيط اللي احنا هنحلله بالمجس نعملها على هامش هنا هنحلل اللي اتنين سين تربية عبارة عن اتنين سين في سين نجرب الستة دي اما اتنين في تلاتة تلاتة في اتنين واحد في ستة ستة في واحد لو جربت اللي هتنفهم معاك تلاتة في اتنين تعالوا دربت اتنين في اتنين باربع سين وتلاتة في سين بتلاتة سين لو طرحت دول هتطرحهم عشان اللي شارع الاخيرة سالب لو طرحت دول اربع سين نقص تلاتة سين واحد سين فعلا الدين واحد سين اللي هو الحد اللي في النص طب عايز اعرف اللي شارعات اللي شارع الاخيرة سالب فالشرطين مختلفين الكبير يقضل في النص بس بنقول الكبير بعد الضرب في المجس الكبير بعد الضرب الكبيرة التلاتة ولا الاتنين الاتنين معاها اتنين هنا اتنين في اتنين باربعة تلاتة معاها واحد تلاتة في واحد بتلاتة يبقى الكبير بعد الضرب هو الاتنين اتنين في اتنين باربعة هي الكبيرة فالاتنين هتاخد اللي شرع له في النص اللي شرع له في النص سالب والتلاتة هتاخد عكسها تاخد موجة ناخد الاتنين اللي فوق في قوس والاتنين اللي تحت في قوس يبقى بعد ما حللناها الاقواص اتنين سين زاد تلاتة وسين ناقص اتنين العالة نزلها على اتنين سين تربية مقص تلاتة سين في عمل مشترك عندك اللي هو السين ناخد سين عامل هنزل اللي اتنين والسين تربية خدنا منها سين تفضل لك سين والسين دي خدناها عامل هتفضل لك تلاتة اربع سين تربية ناقص تسعة ده فرق بم مربعين نفتحقه سين اللي اربع سين تربية عبارة عن اتنين سين في اتنين سين التسعة تلاتة في تلاتة والإشارات واحدة موجب واحدة سالة. بعد التحليل بتجي بالمجال. المجال ها معادة أصفر المقام. المقام زاد بسط الكسر التاني. تعني نجيب أصفر المقام الاول. الموجب تلاتة لو راحت بعكس الإشارة سالب تلاتة. لكن فيه تنين جبل السين. عشان تخلص منها اكسم عليها. لو عايز تعملها هنا بالخطوات هي اسمه تنين سين زاد تلاتة. أصفر المقام على المفروض نصاب السفر. الموجب تلاتة هتروح بعكس الإشارة. بها اتنين سين بتساوي سالب تلاتة. عشان تخلص من اتنين اكسم هنا على اتنين وهنا على اتنين. بها تساوي سالب تلاتة على اتنين. السالب اتنين دي هتروح بعكس الإشارة بموجب اتنين. الموجب تلاتة هتروح بعكس الإشارة سالب تلاتة. وهكسم على اتنين هتبقى سالب تلاتة على اتنين. ودي كاتبينا. السالب تلاتة بعكس الإشارة بموجب تلاتة عشان تخلص من الاتنين تكسم على اتنين نطلع للبسط السين هنساوها بالصفر السلب تلاتة بعد سلشارة موجب تلاتة ونكسم على الاتنين هتبقى تلاتة على الاتنين ودي يكب ايما بحللنا جبنا المجال هنشاقلب نسبت الكسر الاول العالة هحولها الفيه واجلب الكسر التاني كسر الاول سين في سين نقص تلاتة واثنين سين زاد تلاتة في سين نقص اتنين العالة هحولها الفيه واجلب الكسر التاني اتنين سين زاد تلاتة اتنين سين نقص تلاتة وسين اتنين سين نقص تلاتة اخر قطوة واحدة في المتشابه عندك اتنين سين نقص تلاتة هتروح مع اتنين سين نقص تلاتة اتنين سين زاد تلاتة هتروح مع اتنين سين زاد تلاتة السين هتروح مع السين. هتفضلك في الباست سين نهارس تلاتة وفي المقام سين نهارس اتنين. ابا بعد ما حزفنا هتفضل لسين نهارس تلاتة على سين نهارس اتنين. كده خلصنا الجسمة. هناخد نسال في الكاشكول ونختم بخواص الضرب. اخر حاجة معانا خواص الضرب. قبل ما ناخد الخواص هناخد المثال ده اكمل. السؤال فهل. نقول لي ابسط صورة للدلة نون حيثه. نون سين بتساوي تلاتة سين على سين زاد واحد على سين على سين زاد واحد. يعني هو عايز يكسب الكسرين دول. عايز يكسبهم وكمان عايز المجال. طيب في الجسم اول خطوة نحلل. لو تلاحظ ما فيش حاجة هنا تتحلل. تلاتة السين والسين زاد واحد والسين والسين زاد واحد مفهومش تحليل. فهو رايحنا من خطوة التحليل. بعد التحليل بنجيب المجال على طول. بعد التحليل المجال. المجال حاهم عادة اصفر المقام زائد بسط الكسر التاني. عشان دي جسمة. بلو هنجيب المجال حاهم عادة اصفر المقام. واد الموجة بواحد بعكس الاشارة سالب واحد. الموجة بواحد بعكس الاشارة سالب واحد كان بينه. ونطلع لبسط الكسر التاني. السين هيثاوي صفر. إبه المجال حاهم عادة سلب واحد وصفر. طب هو عايز اختصرها لابسط صورة. سبت الكسر الاول والعلى خلاه فيه وشجلب الكسر التاني. هنزل تلاتة سين على سين زاد واحد. والعلى نحولها الفيه ونشجلب الكسر التاني. هبه سين زاد واحد على سين. عشان اختصر احزف المتشاب. عندك سين زاد واحد هتروح مع سين زاد واحد. والسين هتروح مع السين. هتفضلك في المسألة تلاتة. يبقى لو ما اختصرنا الدلة دي نتج في الاخر طلع تلاتة. وخليك فاكر ان احنا بنجيب المجال جبل الحزف. لازم تجيب المجال جبل ما يتعزف. ندخل في خاصة ضرب. هم خاصيتين بس. محايد ضربي ومعكوس ضربي. المحايد يتجمع الحصة اللي فاتت كان الصفر. صفر زاد اي عدد يديك نفس العدد. اما المحايد الضربي لاي كسر جبل هو الواحد. المحايد يتجمع الصفر. اما المحايد الضربي الواحد. واحد لو ضربته في اي عدد يديك نفس العدد. لازالك بنسميه محايد ضربي. الواحد مش هأثر معاه في الضرب. فديت جيلنا اكمل. المحايد الضربي هو الواحد. المعكوس الجامع الحصة اللي فاتت كنا بنغير الاشارة. لو موجب بنخلي سالب. لو سالب بنخلي موجب. اما المعكوس الضربي بين شجل. لو أداد كسر بتشجلبه. تخلي المقام ف LISA. الدلا اسمها نون سين. بتساوي سين زي التلاتة على سين واجز اثنين. عايز معكوس ها الدربي. المعكوس الدربي ليه رمز. اسمه نونس سالب واحد. اول ما متشوف سالب واحد في وقت الدلا تعرفوا انه رمز معكوس الدربي. الدلا نفس اسمها نون سين. اما نونس سالب واحد ده اللي هو رمز المعكوس الضرب فاحنا هنجيب المعكوس الضرب للدلة دي اسمها سين زائد 3 على سين نقص 2 لما تشجلبها تبا سين نقص 2 على سين زائد 3 طيب في نفس المسألة عايزين نون 5 وعايزين نون وستسالب 1 3 نون 5 يعني هتعوض عن السين بخمسة بس هتعوض فين هتعوض في الدلة نفسها ان هنا بيقول لك نون نون 5 والدلة اسمها نون سين فهتعوض في الدلة نفسها اما نون وسيسالب 1 3 برضو هتعوض عن السين بتلاتة بس هنعوض فين هنعوض في المعكوس الضربي ان هو بيقول لك نون وسيسالب 1 يعني ده رمز المعكوس الضربي يبا نون 5 عوض عن السين بخمسة عوض في الدلة نفسها حوش السين ده وحط خمسة وحوش السين ده برضو حط خمسة اي سين تجاب لك عوض عنها بخمسة لو عوضت خمسة زائد 3 بتمانية وينها خمسة نقص 2 بتلاتة يبا نون 5 بتسوي 8 علىaso 3 في الدلة نفسة. هنا عايز نون استسالة بواحد تلاتة. يعني عاوض عن السن بتلاتة. بس اتعوض في المعكوس الضرب. عشان هو بيقول نون استسالة بواحد. هتعوض عن السن دي بتلاتة والسن دي برضو بتلاتة. كل سن تعوض عنها بتلاتة. دعنا عاوض تلاتة نقص اتنين بواحد. وتلاتة زات تلاتة بستة. يبقى نون استسالة بواحد تلاتة بتساوي واحد على ستة. اخر ملحوظة هنا في فرج بين مجال الدلة نفسة ومجال المعكوس الضربي ليها. مجال الدالة مختلف عن مجال المعكوس الضربي. مجال اي دالة قانونه حاهم عدى اصفار المقام. اما مجال المعكوس الضربي قانونه حاهم عدى اصفار المقام والبسط. في مجال المعكوس الضربي بتجيب اصفار المقام والبسط. يعني الدالة الاصلية عايزين نجيب لها المجال. المجال حاهم عدى اصفار المقام. السلة باتنين تروح بعكس الاشارة هتبقى موجة باتنين. دي مجال الدلة نفسها. انما لو طلب منك مجال للمعكوس الضربي بيساوي حاهم عادة اصوار المقام والبسط. تاخد البسط والمقام مع بعض. اببال مجال حاهم عادة فودت الموجب تلاتة سلب تلاتة. وانود السلب اتنين بموجب اتنين. اببال مجال حاهم عادة سالب تلاتة وموجب اتنين. فحاول تفرج بين المطلوبين. مجال اي دلة دي اللي احنا متعودين عليه? حاهم عادة اصوار المقام. اما مجال المعكوس الضربي بتاخد المقام والبسط. الاخص لك الكلام اللي قلناه هنا. لما يديك اي دال لو يطلب منك المعكوس الضرب بتشاج لبك. بدل ما يسين زياد تلاتة على سين نهضة اثنتين تبقى سين نهضة اثنتين على سين زياد تلاتة. رمز المعكوس الضرب اللي هو نون السلب واحد. لو طلب منك نون خمسة يعني تعوض عن السين بخمسة. بس تعوض في الدلة الاصلية. لو طلب نون السي سالب واحد التلاتة هتعوض عن السين بتلاتة. بس اتعوض فيه المعكوس. لو عايز مجال الدلة نفسها حاهم عادة اصفار المقام. اما مجال المعكوس الضربي بتاخد حاهم عادة اصفار المقام والبسط. هنختم الحصة بنساء المهم. اخر سؤال معانا في الحصة بتديك دل اسمانون سين بتساوي. سين تربيع نقص اثنين سين. على سين تربيع نقص ثلاثة سين زادة اثنين. دي الدلة الاصلية. عايز منها مطلوبين. مطلوب الاول عايز نون نس سالب واحد سين. خلاص تعودنا ان نون نس سالب واحد دي رمز المعكوس الضرب. عايز المعكوس الضرب اللي الدلة دي في ابسط صورة واعين مجاله. عايز المعكوس الضربي ومجال المعكوس الضرب. فبالمعكوس الضرب يعني نجلب الدلة. اجيب البسط المقام والمقام بسط. لما تشاجلب هتبقى سين تربيع مقص ثلاثة سين زادة اثنين. وسين تربيع مقص ثلاثة سين بدلت المقام مكان البسط طب هو عايزة في أبسط صورة حتى لو مجلّكش في أبسط صورة فأنت لازم تختصرها وتخليها في أبسط صورة عشان تكون في أبسط صورة هنحللها ونحزف المتشابه لما نحلل البسط البسط ده مقدار سلاسي سلاسي بسيط السين تربيع سين في سين كام في كام باتنين وتجمعهم يديك تلاتة اتنين في واحد الاخيرة موجة بالإشارات متشابه سالب وسالب سين تربيع نفس اتنين سين فيها عام المشترك السين عام سين تربيع خدمة سين تفضل لك سين والسين دي خدناها تفضل لك اتنين كده حللنا هنحزف المتشابه بس قبل ما تحزف هتجيب المجال المجال قبل الاختزال عشان كده كده هو عايز مجال المعكوس الضرب احنا هنا هنجيب مجال معكوس ضرب حاهم عادة أصوار المقام والبسط عشان احنا هنجيب مجال المعكوس الضرب للدال صفر المقام السين بتساوي صفر والسلب 2 بعكس الشارع موجب 2 السلب 2 موجب 2 والسلب 1 موجب 1 يبقى معجل المعكوس الضربي حقام مع عده صفر و 2 و 1 كده تقدر تحزف سين ناقص 2 هتروح مع سين ناقص 2 هيتفضل لك فوق سين ناقص 1 على سين ده كده اللي هو المعكوس الضربي في أبسط صورة يبقى دي الدلاء الأصلية عشان نجيب لها المعكوس الضربي جلبتها شجلبناها حللناها وحزفنا المتشابه بس لازم تجيب المجال جبل الحسف المطلوب التاني هذا بيقول لي اذا كان نون استسالب واحد سيني سوى ثلاثة عايز قيمة سين نون استسالب واحد سين اللي هو المعكوس الضربي بيقول لك لو كان المعكوس الضربي سوى ثلاثة عايزين قيمة سين هو فين المعكوس الضربي المعكوس الضرب اللي احنا اختصرنا ده اللي هو سين نقص واحد على سين بيقولك لو كان بيساوي 3 عايزين قيمة السين فانا همسك المعكوس الضرب اللي احنا جبناه لو سين نقص 1 على سين وهسويه ب3 نونو استسالب 1 سين اللي هو المعكوس الضرب اللي احنا جبناه جالك بيساوي 3 فانا ساوته ب3 عايز قيمة سين عشان نجيب قيمة السين هنضرب مجس 3 دي اعتبر مقامها واحد هتضرب 3 في سين 1 في سين نقص 1 3 في سين ب3 سين يساوي 1 في سين نقص 1 هي بعينها سين نقص 1 وتعملها معادلة هتود السين عند السين بعكس الاشارة هسيب بال3 سين الموجة بسين تروح بعكس الاشارة تبقى سالب سين وهتفضل لهنا سالب 1 لو طرح 3 سين نقص سين 2 سين تساوي سالب 1 هنخلص من ال2 هكسب هنا على ال2 وهنا على ال2 تبقى السين اللي عايزين بتساوي سالب 1 على 2 كده بفضل الله خلصنا الجبر كله واجب الحصة دي هنحل تمرين كتاب صفحة 11 ويريد كمان نحل اقتبار الوحدة صفحة 12 الحصة الجاية هنبدأ في الاحصة وبعد ما نخلص الاحصة هنعمل حصة هنلخص فيها الجبر كله كل حصة المناجة تلقى في القائمة اللي تظهر هنا دي اشوفكم الحصة الجاية ان شاء الله شكرا